للعام الثالث على التوالي وبهدف مساعدة الأهالي في تحضير أبنائهم للعام الدراسي الجديد انطلق مشروع تبادل الكتب المدرسية في باقة الغربية بهدف التخفيف من عبء المصروفات على العائلات وذلك في إطار مبادرة تسعى إلى تعزيز التكافل الاجتماعي خاصة في ظل هذه الأيام العصيبة التي تعصف بالمجتمع العربي وفقدان الكثيرين لمصادر رزقهم من تدعيات الحربي على غزة الدنيا حارب، دخل الاقتصاد سعيب فانه هون فتحنا المجال لكل العائلات، لكل الأطر انه احنا نبدل في الكتاب فانطلقنا بمشروع انه كتابك اللي عرف أعطينا إياه وانحنا بنعطيك بداله وانت هيك تستفيده بتفيده الحرب سبب كثير أزمة مالية عن جميع الناس اللي بكوا فوق صار واضحهم جدا وساط وكاعدين بيحاولوا قد ما بيقدروا انهم يخففوا عبئ على حالهم بمشروع تبادل الكتب ويقول القيمون على المشروع الذي يحتضنه مركز مكان الشبابي في باقة الغربية وبالتعاون مع متطوعات مجموعة بالعطاء نحيا ان مشروع تبادل الكتب يلقى رواجا وإقبالا كبيرا في كل عام ويجذب مئات العائلات من المدينة ومن كافة القرى والبلدان المحيطة بها وأنه بات يعتبر مشروعا اجتماعيا وحيويا وذي قيمة كبيرة كثير ناس أجل تطوع وكثير ناس بكتتصل احنا نجيب كتب احنا جاي نجيب كتب على المركز وانت فاكين وبيدناش كتب طبعا في مناس ما بكتتوخد كتب نهائيا اول شغلة هنا احنا نجي نساعد انه ننطل الناس كتب للمدرسة الكتب غالية فالشي تثير انه بيوفر مصاري وانه الناس انه اسهل لها نتيجي هون ونساعدها وننطيها الكتب في ظل الظروف الحالية يأتي مشروع تبادل الكتب بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي فيما يتيح للطلاب ايضا معرفة قيمة الكتاب واهمية العطاء والتطوع وبالتالي فان المشروع بات له تأثير كبير على الافراد وعلى المجتمع ككل خاصة وانه يأتي في وقت يحتاج فيه المجتمع العربي اليه بشدة